السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني كيرا مجاندر آخر أخبار محتر في المغاربة في دورية أوروبية عدنا الدور الفرنسي كذلك لغنا دروفه على المحتري في الدين والتعلق ديولهم في دور الفرنسي وكذلك الدور الإسباني التونقي ديال برشلون وكذلك نروا للعب الرجال رياضي اللي انتاقل للدور الفرنسي وكذلك نروا اللاعبين اللي كيمارسو في دور البلجيكي فيديو مهيم على أخبار μحتري في المغاربة الإحصائيات في المباراة يتغم بداهم مع زكري ابو خلال والتألق دياله مع فريق تولوز اللي ربحوا المباراة بهدفين مقابل هدف واحد بعد مما كانوا متأخرين في النتيجة المباراة بهدف للصفر زكري ابو خلال عاد للنتيجة ما شاء الله تبارك الله وتقييم دياله كان هو سبعة زعية سبعة بالنسبة لي نسبة قراءة ودخل تلت دقيقة تسعين من المباراة يعني ما قدم شيء ادع جيد بالنسبة للإبراهيم سلاح ما شاء الله تبارك الله دخل في 12 سبعة وتماني من المباراة خمس دقائق سجلت هنا إياه وهناك يعطي المدرب الكين المنافسة بداية جيدة وبداية رائعة إبراهيم صالح ما شاء الله تبارك الله قدم إبراهيم صالح مباراة كبيرة وخدخالتها في الوقت كما كان قل في بدل الضائع ونعب مباراة في مستوى وسجلت هنا إياه وهدي كانت تحسب له ما شاء الله تبارك الله يعني قدم أداء والأرواع وكانتمنى ولون شاء الله التوفيق وتقييم دياله فضل مباراة هادي كان هو ثمانية فاصيل اسبعة. بالنسبة لتيرغالي لعب كاساسي مع فريق ولو هافر وتعادل هدفين مقابل هدفين وقدم مباراة في المستوى العالي. وكانت من ناولو ان شاء الله التوفيق فضل مباراة هادي قدم مباراة كبيرة وكانت من ناولو ان شاء الله يبقى في الدورة الفرنسية في درجة الاولى الموسم هذا. بالنسبة لياسينك اشتري تاوا دخلت الدقيقة سبعين يعني ما قدم شي اداة كبيرة وكانت من ناولو ان شاء الله التوفيق. بالنسبة لعب صامت زنزولي دخل كبادل بعد ما تطرد رافينية بداية الشوت الثاني وقدم مباراة في المستوى كما شفنا دار هجمات ودار تحركات رائعة جدا بعد ما كانت مباراة خطعة في برشلونة كانت مباراة بدنية بكل معنى الكلم كانت سراعة حلبة وليست مباراة كرة قادم تقييم ديالعب صامت زنزولي فضل مباراة كانوا 6.5 بالنسبة لامين يامال ما شاء الله تبارك الله موهبة قادمة بقوة وكنت منها بصراحة ان شاء الله يمتل المنتخب المغربي ليماله وكنت منها صراحة لجميع تحرك في اقرب وقت ممكن حسن ميلف امين يامال. بالنسبة لتنائر المغربي ديالنطرقتي سودالي وكذلك سماعي القندوس. سماعي القندوس لعب كاساسي في المباراة وقدم مباراة في المستوى العالي وربحوا فيها بتلاتة الاهداف مقابل هدف واحد سماعي القندوس. وتقييم ديال سماع القندوس فضل مباراة هادي كان هو سبعة زائد سبعة ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله مدافع قادم بقوة. بالنسبة لطرق سودالي دخل تلتقى اثنين وتمانين ومقدم شي ادعي جيد. وكنت منه ولو ان شاء الله التوفيق في قادم المباراة بالنسبة لبيل الخنوس. لعب كاساسي مع فريقه. جينك البلجيكي وربحوا المباراة بهدف لسيفر. وتقييم دياله كان هو الساعة فاصلة سعد. وكنت منه ان شاء الله تتوفي. بالنسبة لمحمود بن تايك رسميا غينتقل من نادي الرجاء الرياضي الى الدوري الفرنسي الدرجة التالية النادي سانتيتيان الفرنسي يعني هدي خبر جيد جدا اللاعب وكنت منه بصراحة لعب البطولة الوطنية جدادوا بيش نتقلوا الدوريات الاوروبية كما شنا المنتخب الوطني ولا ولا اللاعب اللي كيلعبوا فيه في اعلى مستوى بالنسبة لأسامة اليدريسي قدر يرجع لنادي فايرلوند بعد ما كان اعنى